هلو شباب كيفكم ان شاء الله تكون بخير ارجعت لكم اليوم في فيديو جديد واليوم راح نشرح مهمات الاسبوع السادس طبعا انا بشرح اول ببوال وابلي باسبوع انه عندي بطاقة بتخلينا افتح الاسبوع القادم مش راح يطلع هلا 3 تعليقات لانه ما كانش فيه تفاعل بالفيديوهات السابقة اخر ثلاث او اخر فيديوهين ما كانش عليهم تفاعلات يعني ليه بعرفيش بدي توروني التفاعلات الصح عليهم ودي توروني برضو التفاعلات الصح على هذا الفيديو وحملة توصيل مراد فطاير الى خمس الاف مشترك وهلا لو اجينا هون رحنا على المهام هون ايه المهمات الاسبوع السادس لان ايش هل المهمة الاولى ابقى على قيد الحياة مدة 8 دقيقة في الوضع اللي كلاسيكي انت مسلا نزلت قيم ضلت في خمسة عشر دقيقة نزلت كمان قيم عشر دقائق قيم خمس دقائق هيك صار انت عندك تلاتين دقيقة من اصل المية بس تجيب كمان سبعين بتكتمل معك نيجي للمهمة التانية المكون من خيارين الحق مما مجموعة تلات تاراف وستمية من الضرر في الوضع اللي كلاسيكي يعني تقرير مدك ستة وتلاتين كيل من دون تفنيش بزبط باكتر من جيم انك تعملها فانت خلاص بتتركها لحالها تكتمل لما تنزل تلعب مع اصحابك وهيك نيجي للخيار التاني قم بيلحق سبع تالاف وخمسمين من الضرر في الساحة برضو هاي نفس الاشي وانت بتلعب يعني بتكتمل لحالها كل جيم بتعمله بعطيك اياهون واخر اشي بتكتمل لحالها نيجي للمهمة اللي بعدها احمل اعضاء فرقك في المركبة على مسافة تبلغ مية اي عشر تالاف متر في اللي كلاسيكي بتنزل لازم انت تكون تسوق بتسوق وبتمتمشي عشر تالاف متر في الخريطة في الوضع اللي كلاسيكي وواحد راكب شنبك من اصدقائك وبتكتمل معك سافر مسافة تبلغ عشرين الف متر خلال قيادة مركبة خلال قيادة المركبة في الوضع اللي كلاسيكي نفس الاشي وانت سايق وهاد بتركب وبتروح عشرين الف متر وتكتمل معك التقط كومبالة يدوية خلال اثنين وثلاثين مبارتين في الوضع اللي كلاسيكي كل جيم بتنحسب لك واحدة فبداك اثنين وثلاثين جيم لا تكتمل معك كومبالة يدوية اللي هي الكومبالة الصوتية اللي بتعمل بهم عندنا المهمة اللي بعدها مكونة من ثلاث خيارات اهبط على اي سطح في بوشنكي ايران كيل ثلاث مرات في الوضع اللي كلاسيكي بوشنكي اكيد اللي يكون بيعرفها ليه بنص الخريطة بايرانجل بتنزل عليها ثلاث مرات وبتكتمل معك اهبط على اي سطح في ميرامار ثلاث مرات في الوضع اللي كلاسيكي لوس اليونس بالصحراء اكيد برضو يكون بيعرفها اكبر خريطة بتيجي من تحت وانتب لك عليها مدينة كبير كبير كبيرة تنزل عليها ثلاث مرات وبتكتمل معك ننيجي هلأ للمهمة اللي بعدها اهبط على اي سطح في اكواري سان هوك 3 مرات في الوضع الكلاسيكي. اكواري اللي هي فوق البوت كامب هاي بتيجي على يمين البوت كامب هاي طبعا اللي هي قسمها مقلع الحجارة ولكن على خريطة قسمها اكواري اللي هي بتيجي زي الرمل بتنزل 3 مرات عالبيوت تعاونها وبتكتمل معك. لنجي المهمة اللي بعدها افتح خمس امتادات جوية في الوضع الكلاسيكي. نزل ادروب نزل افلير بتخلي اصحابك يسيبولك اياه قلهم عنده مهمة افتحه وبعده ينبرميلكم اللي بتكون اياه منه. بتتفاهم معهم يعني او بتعضهم. نجي المهمة اللي بعدها اكتر عشر اعداء باستخدام اس كي اس في اياه وضع. اس كي اس اللي هو الكل بيعرفو هلا راح ابرجيكم هي بتنزل مثلا على الهو الساحة بتعمل تاعة سبعة الاف خمسمية ضرار. وبتعمل تاعة اللي هي الاس كي اس. الاس كي اس هلا ان شاء الله راح يطلعناكم على الشاشة هي. لا هذا مني? هي. هذا هو طبعا اسلاح الاس كي اس. بتقتل في عشرة وبتكتمل معك المهمة. نرجع اللي على المهام نكمل شرح. نجي المهمة اللي بعدها. التقط صدرية عسكرية على مستوى ثلاثة خلال عشر مباريات في الوضع ليه كلاسيكي. بتنزل بتاخد درع لفل ثلاثة بعشر قيوم بتكتمل معك. طبعا كل درع ببيتك يعطيه برقيم. المهمة الاخيرة لهذا الفيديو لهذا الاسبوع اقتر عشرين عداء باستخدام يوم بي 45 في اي وضع. نفس الاشي بتعملها بالمستوضع وانت بتعمل تاعة اللي هي الدمج هي بالمستوضع اللي هو راح يطلع لها منكم عمامكم اللي هو هذا. هذا هو اسلاح اللي هو ام بي 45. وباك يا جماعة الخير منكم وصل نهاية الفيديو اليوم ان شاء الله يكون عجبكم. بدي تحير قولي هذا الفيديو اللي فيها ديوهات الصابقة لايكات. عشان ارجع استمر معكم متل قبل. وهنا بحب احكي لكم. بحبكم. السلام اللي هو احكي لكم.